اهلا بكم عزيزي المشاهدين فيديو النهاردة ان شاء الله هنناقش دايرة مهمة جدا لحماية الاجهزة الكهربائية من الانقطاع المتكرر في الطيار الكهربي طلب مننا كتير من اصدقائنا بسبب انقطاع الطيار الكهربي دايرة لحماية الاجهزة المنزلية من انقطاع الطيار الكهربي الدوائر دي دوائر عديدة ولكن النهاردة ان شاء الله زي ما تعودنا هنشوف دايرة بسيطة جدا بقطعة متوفرة وعدد قليل جدا من العناصر الالكترونية تؤدي الغرض لحماية الاجهزة المنزلية من انقطاع الطيار وعودته وهنناقش اسباب تلف الاجهزة بالتحديد تابعونا بعد الفصل سبب تلف الاجهزة المنزلية او الاجهزة الكهربائية في المنازل عند انقطاع طيار الكهربي بيرجع له عودة الطيار الكهربي بجهد عالي عارفين ان طيار الشبكة طيار محول وطيار المحولات بيكون بدون احمال مختلف عن توصيل الاحمال فعند عودة الطيار الكهربي بيكون لسه الاحمال ما اشتغلتش وبالتالي بيكون الطيار عالي او الجهد عالي ممكن يصل ل300 فولت عارفين ان الجهد الطبيعي بيكون في حدود من 220 فولت ل240 فولت في المنازل اللي بتكون في اول التواصلات او قريبة من المحول الرئيسي للمنطقة وبالتالي عند عودة الطيار الكهربي بالجهد العالي ده 300 فولت ده بيكون بشكل لحظي ولكن بالنسبة لي المحركات عند تشغيلها على الجهد الطبيعي المخصص لها وهو 220 فولت عند بدء التشغيل بتسحب طيار اضعاف طيار الطبيعي لها يعني لو محرج طيار الطبيعي بتاعه 1 امبير فعند البداية وخصوصا المحركات اللي عليها احمال مثل الكمبريسور التكيف او التلاجات والديفريزر بيكون طيار البدء عالي جدا يصل ليه 10 اضعاف يعني بدل 1 امبير ممكن يصل ل10 امبير ده طيار البدء في حال تغذية 220 فولت مصبوطة ولكن عودة الطيار ب300 فولت فطيار بدء التشغيل في الحالة دي بيكون في حدود ل20 امبير او 15 امبير وملفات المحركات دي ما بيتحملش الطيار ده وبالتالي الملفات بتتلف وبتحترق وبنقول ان الكمبريسور التكيف بتحرق او مطور التلاجة بتحرق ثانيا الاجهزة اللي فيها دوائر الكترونية دوائر الكترونية مخصصة لجهد معين وعند تعرضها لجهد عالي مثل 300 فولت ممكن اي مكسف او اي ترانزيستر مش مهيق لتحمل الجهد ده بيحترق وبالتالي البوردة بتتحرق والجهاز بيتعطل ثانيا سبب احتراق او تلف الاجهزة هو حدوث نويز وتشوه في شكل الموجة شكل الموجة الصين ويف المخصصة للاحمال الـ 220 فولت بتكون زي ما حضراتكم شايفين موجة طبعية او بيور صين ويف يعني موجة جايبية نقية في حالة بدء او رجوع الطيار بتكون في احمال بالمئات موصلة بالشبكة وبالتالي الاحمال دي عند تشغيلها في نفس لحظة رجوع الطيار بتأثر على شكل الموجة وبتكون الموجة مشوهة زي ما حضراتكم شايفين في الرسم البياني طبعا التشوه ده بيأثر على المحركات بتعمل بشكل غير مظبوط عند البداية وده ايضا بيسبب تلف الاجهزة المنزلية طيب للحماية بنقول دايما ان كان في دايرة او جهاز للحماية هنوصله ولكن في حالة عدم وجود دايرة او جهاز يحمي الاجهزة يفضل فصل الطيار من المفتاح العمومي اللي داخل الشقة او داخل المنزل عند عودة الطيار الكهرابي في لمبة بيان بتوضح ان الطيار رجع وبالتالي تقدر بعد دقيقة تقريبا ترفع المفاتيح دي وتشغل تاني وتوصل طيار للبيت او للشقة وفي الفترة دي بيكون الطيار انتظم ومش بيحدث اي شيء للاجهزة ولكن الموضوع ده لغير المتخصصين او لو انت مش موجود في المنزل بيكون صعب وتنفيذه لذلك النهاردة هنشوف الدايرة اللي معانا دايرة بسيطة وغير مكلفة ولكن بتؤدي الغرض وبتحمي الاجهزة من تشوه اللي في الطيار وادفاع الجهد عند عودة الطيار لاول لحظة هنشوف مع بعض المخطفت الدايرة بتاعتنا عبارة عن مصدر 220 فولت لتغذية الحمل وتغذية شاحن 12 فولت او 9 فولت اللي متوفر عندك محتاجين من الشاحن ده فقط الجهد الدي سي 12 فولت او 9 فولت لتشغيل الدايرة وال220 فولت هنوصلها من خلال ريلي على الحمل او اللوت المصدر التغذية ال 12 فولت ممكن يكون محاول او شاحن 12 فولت طبعا لو محاول او بود بتاعه او جهد الخارج بيكون طيار متردد وبالتالي نحتاج بريدج ريكت فاير و مكسف لتنعيم الجهد ويكون خارج معنا طيار دي سي مصبوط اذا هنوصل طرفين المحاول او طرفين الشاحن بطرفين 220 فولت يعني لو افترضنا ان هنا في فيشة هناخد الطيار 220 فولت على المحاول او الشاحن وهنخرج معنا 12 فولت نفس الطرفين هناخدهم هنوصلهم على ريلي لتشغيل الحمل من خلال ريلي طبعا بعد دوائر الالكترونية اللي بتستخدم تريك لتشغيل الاحمال 220 فولت طيار متردد ولكن دي لا تصلح مع التكيفات والتلاجات والديفريزر لان التوصيل 220 فولت للمحركات اللي زي كده او الكمبريسور التكيف او التلاجة المفروض بيكون توصيل ميكانيكي يعني توصيل مباشر للمتين وعشرين فولت وليس من خلال قطع الالكترونية الاثناشر فولت موجب وسالب الموجب من خلال مقاومة متغيرة او مقاومة سابتة دي حسب راحتك لو حابب تغير مدة التأخير الزمني للدائرة هتستخدم مقاومة متغيرة لو حابب الوقت يكون سابت مدة التأخير تكون سابتة هتستخدم مقاومة سابتة المقاومة هتكون في حدود الخمسمية كيلو او واحد ميجا او الطرف التاني بي موجب مكسف مكسف كنتو برضو هتحدد مدة التأخير الزمني على حسب رغبتك ممكن من ميت ميكرو فراد لالف ميكرو فراد على حسب المدة اللي انت محتاج الاجهزة هتشتغل بعدها يعني ممكن تلاتين ثانية ممكن دقيقة دقيقة على حسب راحتك كل ما بتزود المقاومة وتزود المكسف هنزود الفترة الزمنية اللي بعدها هيشتغل الجهاز الطرف التاني من المكسف طبعا موصل بيه سالب الشاحن او سالب الطيار الديسي اذا معنا مقاومة بتمرر طيار لشحن المكسف هنوصل مقاومة ممكن تكون نفس قيمة مقاومة الشحن اللي هي ال 500 كيلو اوم دي لتفريغ المكسف موصلة توازي مع المكسف مع الموجب وسالب المكسف قيمتها 500 كيلو المقاومة دي لتفريغ شحنة المكسف عند فصل الطيار وبالتالي الطيار لو رجع بعد دقيقة هيكون المكسف المكسف فرغ الشحنة بتاعته في المكاومة وبالتالي الفترة الزمنية هتبدأ من جديد لان فترة شحن المكسف هتبدأ من الصفر تقريبا مع موجب المكسف هنوصل جيت موسفت والموسفت ده طبعا موصل الدريم بتاعته بطرف من اطراف كيل الريلي والطرف التاني من الريلي موصل بالموجب الطيار ال 12 فولت ولكن من قبل المكاومة لان الطيار اللي خارج هنا طيار ضعيف لشحن المكسف ما ينفعش نقض منه لتشغيل الريلي ممكن نوصل ضيود عكسي مع الموجب لحماية الموسفت من طيار الحس العكسي الخاص بملف الريلي عند فصل الطيار سورس الموسفت هنوصلها بسالب الطيار ال 12 فولت والريلي هنا الكومن مع طرف من اطراف 220 فولت والنورمالي مش هنوصله بحاجة والنورمالي اوبن هنوصله بطرف من اطراف الحمل والطرف التاني من الحمل هنوصله مباشرة مع طرف من اطراف 220 فولت اذا الحمل في حال انقطاع الطيار الكهرابي هيكون مش موسط بحاجة عند عودة الطيار الكهرابي هيعمل الشاحن اول محول ويبدأ تمرير طيار ضعيف من خلال المكاومة لشحن المكسف عند شحن المكسف وهارتفاع الجهد لجهد مناسب لتشغيل المسفت في حدود من اتنين لاربعة فولت على حسب نوع المسفت هيبدأ المسفت في تمرير طيار في كويل الريلي من الموجب من خلال كويل الريلي ويمرر للسورس والارضي في الحالة دي هيبدأ الريلي في العمل وانتقال الريشة من النورمالي كلوز للنورمالي اوبن وبالتالي هيمرر الطيار ال 220 فولت للحمل ومن الحمل للطرف التاني من 220 فولت طبعا مدة شحن المكسف دي بتكون في حدود من 30 ثانية لدقيقة او دقيقتين على حسب قيمة المكاومة وقيمة المكسف وبكده ضمننا عدم تشغيل الاجهزة الا بعد استقرار الطيار الكهرابي وبنكون تفادينا كل العيوب اللي ممكن تكون موجودة لحظة عودة الطيار الكهرابي وان شاء الله الدايرة هتفي بالغرض تعالوا مع بعض نشوف المكونات اللي هنحتاج محتاجين الريلي 12 فولت طبعا الامبير الريلي يكون مناسب لامبير الحمل اللي هنوصله تاني حاجة مكسف مكسف اللي معاية مكسف خمسين فولت ميت مايكرو فراد ومصفت زات اربعة واربعين مصفت متوفر وسعره معقول اللي هيقول لي ممكن نستخدم ترانزيستور ارخص من المصفت متوفر اكتر من المصفت في الخردة وفي الاجهزة القديمة طبعا الترانزيستور لا يصلح للدايرة بتاعتنا واتمنى الناس اللي بتتبعنا تقول لنا في التعليقات ليه ما ينفعش اه ترانزيستور في الدايرة بتاعتنا ولازم نستخدم مصفت وان شاء الله هرد فيه تعليق مثبت بعد يوم من عرض الفيديو علشان يكون فيه فرصة الناس ترد علينا ونشوف الاراء المختلفة هنستخدم مقاومتين قيمة المقاومة الواحدة واحد ميجا اوم بني اسود اخضر واحد ميجا اوم مقاومة توالي مع المكسف للشحن ومقاومة توازي مع المكسف لتفريغ الشحنة عند فصل الطيار الكهرباء تعالوا مع بعض نشوف هنوصل ازاي اولا المكسف هنوصله الموجب مع الجيت والسالب مع السورس فيه مقاومة هتتوصل توازي مع المكسف دي مقاومة تفريغ المكسف المكاومة التانية مع موجب المكسف دي لتمرير طيار الشحن بالنسبة لي الرلي موصلين الدايوت مع طرفين الكويل طبعا العلامة السلفر هتكون مع الموجب وهي العلامة السودة هنوصل معها درين المسفت اللي هو الجزء المعدل هنوصل الطرف التاني من الكويل الرلي بسلك لتغذية الطرف التاني من الكويل بالموجب والموجب هنوصله طبعا مع المكاومة لتمرير طيار شحن المكسف هنستخدم لمبة طرف مع نورمالي ده طرف دخول الـ 220 فولت وده طرف الخروج وفيه طرف موصل مباشر من الـ 220 فولت على اللمبة انا هستخدم باور سابلاي 12 فولت يشوف جهد الباور سابلاي طبعا تيار دي سي 12 فولت تمام هنوصل السالب مع السورس والموجب هنوصله مع المقاومة وطرف من اطراف كويل الرلي من خلال الوقت سلك الابيض طيب هنوصل فيشة اللمبة بـ 220 فولت وهي هنوصل الابوميتر لقياس جهد المكسف طرف مع السالب او السورس وطرف مع الطرف التاني مع موجب المكسف ده الجهد الموجود على المكسف تقريبا صفر فولت واللمبة معانا هين وهنوصل موجب الباور سابلاي ده بمثابة عودة طيار الكهرباء وهنشوف المدة تقريبا قد ايه ملاحظين حضراتكم الجهد بيرتفع 1 فولت حتى نصل لجهد مناسب لتشغيل المسفت وبالتالي يعمل الرلي ويضيق الحمل او يشغل الحمل 220 فولت الحمل اشتغل عند 2 فولت وده جهد جيت المسفت طيب عند انقطاع الطيار الكهرباء هنفصل الباور سابلاي توقف طبعا الجهاز وكده الكهرباء قطعة والجهد بينزل بسبب تفريغ شحنة المكسف بواسطة المكاومة الواحد ميجا اوم حاليا الجهد 8 من 10 فولت تعالوا مع بعض نشوف كده لو عملنا محاكاة لتزبزه بالطيار او رجوعه وفصله اكتر من مرة هل الجهاز بتاعنا هيشتغل ويتحرق ولا الدايرة هتحميه من التزبزب ده هنوصل ونشيل الفيشة اكتر ممرة وهنلاحظ جهد المكسف هنشغل كده ونوصل الجهد بدأ في الارتفاع 6 من 10 فولت 7 من 10 فولت هنشيل الفيشة بدأ ينزل الجهد اذا لو شغلنا وفصلنا اكتر من مرة الجهد بيرتفع وهنخفض والحمل ما تقصرش او الجهاز ما تقصرش شايفين حضراتكم الجهد بينخفض اذا حمينا الاجهزة من رجوع الطيار بجهد مرتفع وكمان من التزبزب الطيار في فترة البدء او فترة التوصيل شوفوا مع بعض كده عند الاثنين فولت المسفت هيعمل ويشغل الرلي ويشغل الجهاز بتاعه عند الاثنين فولت بالظبط طبعا ده على حسب نوع المسفت اللي انت هتستخدمه وبالتالي الدايرة دي دايرة بسيطة وفكرتها بسيطة وهي تأخير زمني لتشهيل الاجهزة ولكن هي فعالة جدا في حماية الاجهزة الالكترونية اتمنى كل الاستفاد يعمل بلايك والاول مرة يتابع فيديوهاتنا يشترك في القناة وتفعيل زر الجرس ونلتقي في فيديو قابل ان شاء الله سلام